وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في تطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات بما يصب في تحسين مؤشرات الموازنة العامة وتخفيد العجز الكلي للموازنة مع تكثيف العمل على مختلف المشروعات التنموية والخدمية ذات العائد المباشر على المواطنين وكذلك مواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيت حيث صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس السيسي شدد على أن الهدف الأساسي من جميع الجهود التي تقوم بها الدولة هو تحسين أحوال المواطنين ورفع مستوى معيشتهم وبناء دولة قادرة على توفير جودة حياة لائقة وكريمة بشكل مستدام لجميع مواطنها اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيت وزير المالية صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة حيث استعرض السيد وزير المالية الجهود الجارية لتحقيق مستهدفات الموازنة خاصة الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الأزمة العالمية الحالية بالإضافة إلى العمل على زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتعزيز التنفسية والاستثمار في العنصر البشري من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى مع مؤصلة الجهود المكسفة الرامية للحد من التضخم أوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه في هذا الصدد بالاستمرار في تطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات بما يصب في تحسين مؤشرات الموازنة العامة وتخفيض العجز الكلي للموازنة مع تكثيف العمل في مختلف المشروعات التنموية والخدمية ذات العائد المباشر على المواطنين وكذلك مؤصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية في ضوء وصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 22 مليون مواطن بواقع أكثر من 5 ملايين أسرة في مختلف محافظات الجمهورية أخذا في الاعتبار أن الفوائد المتحققة من البرنامج لا تقتصر على توفير المعاش النقضي بل تمتد للعديد من الجوانب الاجتماعية الهمة ومنها خفض نسبة الأمية بين المستفيدين وقد شدد السيد الرئيس على أن الهدف الأساسي من جميع الجهود التي تقوم بها الدولة هو تحسين أحوال المواطنين ورفع مستوى معيشتهم وبناء دولة قادرة على توفير جودة حياة لائقة وكريمة بشكل مستدام لجميع مواطنها ترجمة نانسي قنقر